هناك من يطرح سؤالاً أو ربما يثير إشكالاً حينما أستعمل هذا المصطلح أي مصطلح؟ إنه مصطلح الحقيقة المحمدية ما هو هذا السؤال؟ ما هو هذا الإشكال؟ فإنه يقول هذا المصطلح من مصطلحات ابن عربي الصوفي ابن عربي الأندلسي إنه الصوفي المعروف والذي يتخذه عرفاء الشيعة إماماً في عرفانهم وفي عقيدتهم أجيب على هذا الإشكال هذا التساؤل أولاً بإمكاني أن أستعمل مصطلحات أخرى الصادر الأول المخلوق الأول النور الأول الكلمة الأولى الروح الأولى هناك مجموعة من العناوين ومن المصطلحات وردت في رواياتهم وأحاديثهم الشريفة لكنني أستعمل هذا المصطلح لوضوحه فهو مصطلح واضح ومباشر ومباشر جداً وهذا المصطلح صحيح من أنه يتحدث عن أعمق المعاني لكن السامع حين يصل هذا المصطلح إلى مسامعه ينطبع معنى إجمالي صحيح في ذهنه وهذا هو الذي نقصده في التعليم الصحيح في التبليغ الصحيح في الإعلام الصحيح فأنا في مقامي عرض العقائد وعرض المعارف علي أن أختار المصطلحات الواضحة والواضحة ولو بقدر إجمالي عند الجميع فحينما أريد أن أضع العقائد بين أيديكم لابد أن أستعمل المصطلحات الواضحة البينة وأتجنب ما لا يكون واضحاً ولا تكون المعاني بسببه ليست جليتاً لهذا السبب إنني أستعمل هذا المصطلح صحيح أن ابن عربي استعمل هذا المصطلح في كتبه ولربما شاع هذا المصطلح بسبب عرفاء الشيعة الذين تأثروا بكتبه وبفكري وبتصوفي ابن عربي هذه قضية حقيقية ابن عربي الصوفي استعمل هذا المصطلح بوضوح وبكثرة في كتبه وشاع في أوساطنا بسبب تأثري عرفاء الشيعة بفكري هذا الصوفي وشاع هذا المصطلح وانتشر هذا العنوان في وسطنا من هذه الجهة إذا كان المصطلح واضحا وكان المصطلح صريحا ألفاظه جميلة دلالته جميلة وواضحة فليس هناك من ضير من استعمال هذا المصطلح وهو يرتبط بحقيقة محمد وآل محمد فابن عربي لا يملك محمدا وآل محمد وما هو بالمتفرد بملكية معارف الدين حتى يكون هذا المصطلح مصطلحا خاصا به وحتى لو كان كذلك فنحن في مقام العلم والتعليم والتبليغ والإعلام والصدع بالحق نحن بحاجة إلى المصطلحات وإلى العناوين التي تكون واضحة قد يقول قائل من أن استعمال مصطلحات المخالفين بشكل عام لا أتحدث عن مخالفي سقيفة بني ساعدة عن المخالفين بشكل عام وخصوصا في المعارف الدينية وبشكل خاص في العقائد وبشكل أخص فيما يرتبط بعقيدتنا بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أقول هذا الكلام صحيح وصحيح جدا ولكن إذا كان لتلك المصطلحات من إسقاطات سيئة من إسقاطات منافرة لثقافتنا وعقيدتنا ما نحن نستعمل المصطلحات من كل العلوم من الفلسفة من العرفان من التصوف من علم المنطقي من علم الكلام من علم الرياضيات من علم الفيزياء من علم الألكترونيك من ومن ومن المصطلحات هي عنوين مجزة إذا كانت مفهومة بشكل واسع عند جميع المتلقين أو عند أكثرهم فهذا سيساعد في إيصال المعلومة الصحيحة بسهولة ويسر قطعا هذا الكلام كله إذا كان هذا المصطلح فعلا هو من المصطلحات الخاصة بابن عربي هذا أولا وثانيا هذا المصطلح في بنيته اللفظية مصطلح جميل الحقيقة المحمدية فكل شيء له حقيقة والمحمدية هي حقيقة والمحمدية منسوبة إلى محمد صلى الله عليه وآله البنية اللفظية جميلة وجميلة جدا حقيقة ومحمدية وأما الدلالة فإننا قطعا نستعمل هذا المصطلح في المضمون الذي نأخذه من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم لا شأن لي بما يفهمه ابن عربي لا شأن لي بما يفهمه المتصوفة من هذا المصطلح ولا شأن لي بمقاصدهم حينما يطلقون هذا المصطلح وكذلك بالنسبة لعرفاء الشيعة أو لغيرهم من فلاسفة وعلماء الشيعة لا شأن لي بهم إذا ما استعملوا هذا المصطلح ولا شأن لي بما يفهمونه وبما يقصدونه حينما يستعملون هذا المصطلح هذا مصطلح جميل في تكوينه اللفظ وأما في التكوين المعنوي فإننا نأخذ المعنى من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله عليهم ومع كل ذلك فإن ثقافة العترة الطاهرة علمتنا من أنه ما من حق في أيدي الناس إلا وقد خرج من علي هذه ثقافة العترة وهذه أحاديثهم وحينما يتحدثون عن أي حق في أيدي الناس لا يتحدثون عن الحق الذي انتشر بين الناس منذ زمان علي وإلى يومنا هذا إنهم يتحدثون عن كل حق في أيدي الناس منذ زمان أبينا آدم وإلى يوم القيامة فإنه ما من نبي نبء إلا بنبوة محمد وعلي والأئمة من بعده الأئمة من بعده أولهم فاطمة وآخرهم القائم فما من نبي نبء إلا وقد نبء بنبوة وإمامة وولاية محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فكل خير عندهم وكل حق عندهم من هذه البوابة العظيمة فمحمد مدينة العلم وعلي بابها ومحمد مدينة الحكمة وعلي بابها والحق ما علي يدور معه حيثما دار فما من حق في أيدي الناس إلا وقد خرج من علي وفي أحاديثنا أيضا في ثقافة العترة الطاهرة ما من حق في أيدي الناس إلا وقد خرج من هذا البيت من بيت محمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم ما من حق ما من خير ما من هدى ما من علم صحيح ما من معرفة واضحة بينة جلية إلا وقد خرجت من هذا البيت فليشرق الناس وليغرب وليشرق ابن عربي وليغرب فإن العلم وإن الحق لا يؤتى إلا منها هنا من قرآنهم المفسري بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم وحينما أطلق هذا المصطلح الحقيقة المحمدية فهذا كله حق وكله خير حتى لو أن الناس أخذته من ابن عربي وانتشر بيننا وفقا لهذه الفرضية فإن الفضل في هذا الحق يعود لعلي وآل علي ما هي ثقافة العترة هكذا تقول وهذا موضوع بحاجة إلى تفصيل ومع كل هذا فإنني لا أخذت المصطلحة لا من ابن عربي ولا من عرفاء الشيعة ولا من كل هؤلاء هذا المصطلح إنني جئت به من حديث متحدث تحدث به قبل الهجرة في العصر الجاهلي متى توفي ابن عربي ابن عربي بحسب ما نعرف توفي سنة ستمية وثمانية وثلاثين للهجرة هذا هو المعروف عن تاريخ ابن عربي الصوفي توفي سنة ستمية وثمانية وثلاثين للهجرة المصطلح هذا جئت به من حديث متحدث تحدث به قبل الهجرة وقبل البعثة أيضا النبي كان موجودا حينما تحدث المتحدث الذي أخذت منه هذا العنوان النبي كان موجودا وكان ذلك قبل بحثة النبي بأكثر من عشر سنوات بأكثر من عشر سنوات تحدث المتحدث الذي استقيت منه هذا المصطلح قبل بحثة النبي بل تحدث هذا المتحدث قبل ولادة أمير المؤمنين كل ذلك كان في العصر الجاهلي من هناك جئتكم بهذا المصطلح وبهذا العنوان من هو هذا المتحدث الذي استقيت منه هذا العنوان ولربما ابن عربي استقى هذا العنوان في كتبه من لا شأن لي بابن عربي ولكنني استقيت العنوان من والد أمير المؤمنين من أبي طالب صلوات الله عليه إنه آخر أوصياء إبراهيم الخليل وثقافتنا التي هي ثقافة العترة الطاهرة تحدثنا من أن جميع أوصياء إبراهيم أنبياء فأبو طالب نبي صلوات الله عليه لا تعبأوا بما يقوله النواصب لا تعبأوا بما يقولون هم يتحدثون عن كفر أبي طالب ومن أنه مات كافرا لماذا تعبأون بهم وتقولون ماذا سيقولون عنه فليذهبوا هم وما يقولون إلى الجعيم لا صيرون سرابيت مثل مراجع النجف لا صيرون طاحتكم مثل مراجع النجف حينما يريدون أن يقولوا شيئا يحسبون للنواصب ألف حسار لا صيرون سرابيت مثلهم النواصب سقيفة بني ساعدة أحرار فيما يعتقدون وأحرار فيما يقولون وسيسألون عن عقائدهم وعن أخوالهم ونحن أحرار فيما نعتقد وفيما نقول وسنسأل أيضا عن عقائدنا وأقوالنا هذه عقيدة ليست فيها مجاملة يضحكون علينا نحن نضحك عليهم أيضا لماذا نعبأ بهم هل يعبؤون بناهم لا صيرون سرابيت مثل مراجع النجف مراجع النجف سرابيت مراجع النجف طايع حظم حينما يحسبون للنواصب ألف حساب في كل كلمة يقولونها ما هو هذا الذي جرهم إلى الضلال وإلى الابتعاد عن منهج العترة الطاهرة ما هو هذا الذي جعلهم ينقضون بيعة الغدير ويضللون أجدادنا وآباءنا وضللون أيضا قذرون بقذاراتهم لا تجعلوا من مراجع النجف أسوة لكم هؤلاء أسوة طالحة أسوة ضالة هذه عقيدة لا مجاملة فيها فهذا العنوان استقيته من أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه إنه آخر أوصياء جده إبراهيم وهو نبي من الأنبياء بحسب الظاهر لم تنتهي حجيته بحسب الظاهر حين أقول بحسب الظاهر لا أتحدث عن ظاهر أفهمه أنا وإنما بحسب ظاهر الأمور التي تجري في أنظمة الديانات بين الناس بحسب الظاهر فإن حجيته كانت ثابتة وموجودة لكنها انطوت في حجية محمد صلى الله عليه وآله بعد بعثته وانطوت في حجية علي ولده بعد أن نصب النبي علي وزيرا وإماما من بعده حينما جمع بن هاشم بعد أن جاء القرآن يأمر بإنذار عشيرته الأقربين الوقاع التي حدثت في بدايات بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وإلا فكل الأنبياء طرا هم محجوجون بنبوة نبينا ظاهرا وباطنا لكنني أشرت إلى حجية نبوته بحسب ظواهر تنظيم أمور الأديان بين الخلق وإلا فكل الأنبياء هم شيعة لمحمد صلى الله عليه وآله ولا تعلو حجية لهم في أي حال من الأحوال على حجية محمد صلى الله عليه وآله ولا تعلو لهم حجية على حجية علي والأئمة المعصومين من فاطمة إلى القائم المهدي هذا موضوع خارج عن بحثنا لكنني أشرت إليه لأن الكلام أخذني إلى فناء أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه الذي الذي نقل لنا كلام أبي طالب أتعلمون من محمد المصطفى فأنا أخذت هذا المصطلح من شفاه محمد المصطفى وهو يحدثنا عن عمه أبي طالب من هنا جئتكم بهذا المصطلح أنا لست كعرفاء الشيعة يذهبون إلى مزبلة ابن عربي ويأتونكم بكل قذارة ولست كمراجع حوزة الطوس يذهبون إلى مزبلة سقيفة ابن ساعدة ويأتونكم بكل قذارة أنا آتيكم باللبن من ضرع أمه قطعا بقدر ما أستطيع آتيكم باللبن من ضرع أمه الرواية مفصلة ومفصلة جدا نقلها لنا جابر ابن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن أبي طالب صلوات الله عليه والد أمير المؤمنين وكان هذا الكلام الذي تكلم به أبو طالب كما قلت لكم قبل الهجرة بل قبل البعثة بل قبل ولادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الرواية نقلها بتفاصيلها الفتال النيسابوري في كتابه روضة الواعظين الفتال النيسابوري قتل سنة خمسمية وثمانية قتله حاكم نيسابور والرواية نقلها الشيخ المجلسي في الجزء الخامس والثلاثين من بحار الأنوار وطبعة هذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الرواية طويلة الرواية تبدأ في الصفحة العاشرة من الجزء الخامس والثلاثين من بحار الأنوار وتستمر هذه الرواية الطويلة إلى الصفحة السادسة بعد العاشرة من صفحة عشرة إلى صفحة ستعش رواية طويلة مفصلة أذهب إلى موطن الحاجة صفحة 12 في الصفحة الثانية بعد العاشرة رسول الله يحدث جابرا الأنصار عن تفاصيل ووقائع إلى أن دعا أبو طالب بهذا الدعاء فقال هذا الكلام من شفاه رسول الله يحدثنا عن عمه أبي طالب هكذا دعا أبو طالب بهذه الكلمات أبو طالب إلهي وسيدي أسألك بالمحمدية المحمودة وبالعلوية العالية وبالفاطمية البيضاء أئمة الأئمة ما أنا قلت لكم حين حدثتكم عن إمامة فاطمة قلت لكم كل ثقافتنا كل معطياتنا كل معارفنا كل ما عندنا في القرآن وفي حديثهم يتحدث عن هذه الحقيقة عن أئمة الأئمة محمد علي فاطمة هذا دعاء أبي طالب في العصر الجاهلي قبل الهجرة قبل البعثة قبل ولادة أمير المؤمنين هذه الحقيقة تتجلى إذا ما رجعتم إلى الرواية وقرعتم تفاصيلها ستعرفون من أن أبا طالب دعا بهذه الكلمات قبل الهجرة بل قبل البعثة وقبل ولادة الأمير إلهي وسيدي أسألك بالمحمدية المحمودة وبالعلوية العالية وبالفاطمية البيضاء هذه هي عنوين الحقيقة المحمدية والحقيقة العلوية والحقيقة الفاطمية قلت لكم إنني آتيكم باللبن من ضرع أمه أنا لست صافيا ومصفا وأقول هذا بكل تأكيد فقذارات مراجع النجفي تعشعش في رأسي وقلبي فأنا التي أنطق بها لكنني أحاول أن أضع بين أيديكم الحقائق الصافية المصفات وهذا جزء منها فها هو أبو طالب يحدثنا عن الحقيقة المحمدية وعن الحقيقة العلوية وعن الحقيقة الفاطمية إلهي وسيدي أسألك بالمحمدية المحمودة وبالعلوية العالية هذا كله قبل ولادة الأمير وقبل ولادة فاطمة وقبل الهجرة وقبل البعثة إلهي وسيدي أسألك بالمحمدية المحمودة وبالعلوية العالية وبالفاطمية البيضاء إلا تفضلت على تهامة وتهامة هي الحجاز إلا تفضلت على تهامة قطعا لا تطلق على الحجاز كله إنها مكة وما حواليها بالنتيجة تهامة عنوان من عناوين الحجاز إلا تفضلت على تهامة بالرأفة والرحمة رسول الله يقول صلى الله عليه وآله يقسم رسول الله فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لقد كانت العرب قبل البعثة وقبل الهجرة بعد أن نطقت شفاه أبي طالب بهذه الكلمات بمسمع من قريش وبمسمع من العربي النبي الأعظم يقول فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لقد كانت العرب تكتب هذه الكلمات فتدعو بها عند شدائدها في الجاهلية وهي لا تعلمها ولا تعرف حقيقتها حقيقتها هي هذه الحقيقة المحمدية الحقيقة العلوية الحقيقة الفاطمية فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لقد كانت العرب تكتب هذه الكلمات فتدعو بها عند شدائدها في الجاهلية وهي لا تعلمها ولا تعرف حقيقتها لماذا كانت العرب تفعل هذا لأن بلاء حل في اتهام وما رفع هذا البلاء إلا بدعاء أبي طالب بهذه الكلمات فلما فلما رأت الناس أن البلاء دفع عنها بكلمات أبي طالب هذه كتبوها وراحوا يرددونها عند شدائدهم وإن كانوا لا يعرفون حقيقتها تفاصيل هذه الواقعة ذكرت ذكرت في هذه الرواية الطويلة لا أجد وقتا كي أحدثكم عنها أو أن أقرأ الرواية إنما ذكرت ما ذكرت كي تعرف من أين جئت بهذا المصطلح من أين جئت بهذا العنوان حين أستعمله هل جئت به من ابن عربي أم أنني جئت به من العيون الصافية ابن عربي أخذه سرقه من العيون الصافية من جاء بالقول البليغ فناخل عنكم مثلما نقلت عنهم وإلا فهو منهم سارق فابن عربي هو الذي سرق سرق منا من عيون نا الصافية جئتكم به من العيون الصافية المصفات نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر